أرجو من حضرتك تبيلنا الحكم الشرعي لأن مراتي وقفة على الطلاة مراتي سميت أحد المشايخ مؤخرا بيقول أن خدمتها لينا مش فرد ولا ملزمة في رأيكم في الكلام ده طيب السؤال اللي طلع علينا أحد أساتذة جامعة الأزهر وقفتها مؤخرا وقال أن خدمة المرأة لزوجها والأولادها مش ملزمة مش فرد طيب أنا مش عارف والله لا أدري لمصلحة مين مولانا بيقول الكلام ده والمصلحة مين في التوقيت ده إفساد عقول النساء والمصلحة مين في التوقيت ده خراب البيوت والمصلحة مين في التوقيت ده نحن بنهدم البيوت ولا سيما نسب الطلاق عندنا مرتفع ولأن الشيء بالشيء يذكر اسمحوا لي أن أحيي أستاذتنا الفاضلة نقيبة أطباء القاهرة اللي هي قالت كلمتها في حفل تخرج جمعة أسيوت طب أسيوت وقالت للبنات كده بيتكم قبل مهنتكم لو قعدت ببيتك مليون طبيب هيعالج المريض لكن لو خرجت من بيتك ما فيش حد يا رب دولادك الدنيا كلها قيمة عليها من أول مبارح ليه؟ لأنها قالت كلمة حقه بالمناسبة ستة مش أزهرية والحمد لله حتى مش منتقبة ده ستة عادية خالص ومتمكيجة وطلعها بتقول للبنات تجربة حياة لكن احنا عندنا أي كلمة فيها دين فيها ارتكارية طيب يا دكتور أنا هسأل حضرتك سؤال واحد يا أستاذنا الفاضل أنا تلميز بين يديك اشرح لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بقى برد مش هرد بكلامي هرد بحديث النبي في صحابية اسمها أسماء بنت السكن الأنصرية العشالية دي صحابية من صحابيات النبي خطيبة النساء رحت قالت للنبي كلمتين كل ست نفسها تقول الكلمتين دول ولكن حديث مش منتشر أوش قالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني في دك أبو يا أمي وفي دك الدنيا كلها إن الله بعثك للرجال وللنساء كافة فآمن بك وبإلهك ربنا بعثك للرجال زي ما بعثك للستات أمنا بك وبإلهك وإن معشر النساء محصورات مكسورات مخضرات ركز بقى يعني إيه الكلام ده قواعد بيوتكم قاعدين في البيوت وحاملات أولادكم وبالرب الولاد للنهار وإنكم معشر الرجال وإنتم يا رجالة فضلتم علينا بالجمع والجماعات أيوة الراجل يصلي في الجامع ويصلي الجمعة والمرأة لا عليها جمعة ولا عليها جماعة ويقولولها صلي ببيتك حق الجمعة وحق الجماعة لك نفس الأجر لكن ما تنزليش وفضلتم علينا بشهود الجنائز وفتروحوا تمشوا ورا الجنائز وعيادة المرضى آه كل ما جاء أقول لأمشي الجنازة يقولولي جوزك أولى أروح للمريض يقولولي خلاص خلي جوزك أولى طيب وبعدين وفضلتم علينا بالحج بعد الحج آه صح الراجل يطلع يحجي كل سنة لما تيجي الست طلع يقولولي لغو عيالك عمين لها يشيل عيالك لكن ما حاج بقول لكل إذا للراجل وأعظم من ذلك الجهاد وفي سبيل الله ده كل ده كلام مين؟ كلام ستين أسماء بتقوله أعظم من ده كله الجهاد في سبيل الله كل ده أنتوا فضلتم عليه خلي بالك طيب وبعدين وإن الرجل منكم إذا خرج لحج أو لعمرة أو لجهاد لما يخرج لحج وعمرة وجهاد بنعمل إيه؟ جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ونغزل ثيابكم إحنا عاردين في البيت إنتوا تروحوا تقولوا لبيك اللهم لبيك وإحنا سكت يا بيت سكت يا وات ونحافظ على القرشين وننظف الهدمتين ونشتري لبس العيد علشان أنت تقول هناك لبيك اللهم لبيك وهو يقول يا ماما لبيك هاتيلي كوتش العيد وهااتيلي اللبس الجديد طيب عايزة إيه؟ حاضر عايزة إيه؟ فقالت له يا رسول الله فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الأجر والخير أو من الخير والأجر يا طرى بقى لنا بعد كل دا حق في اللي انتوا بتعملو دا في الحج والعمرة والجمع والجمعات والجماعات وشهادة الجنائز وعيادة المريض فالنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه لما كان حد يكلمه من زحلاتي يعني انت مثلا وانا داخل كده سيد صلاح يا مولانا يقول له نعم كده دي قلة أدب لكن النبي كان مؤدب كان يلتفت بجملته يعني كله يتضير كله ففي الحديث يقول فالتفت بجملاته صلى الله عليه وسلم يعني كله دا دلالة على اهتمام النبي اهتمام بالغ وبعدين عم قيل للصحابة هل تعلمون امرأة أحسن سؤالا عن أمور دينها من هذه المرأة عمركم سمعتم في وحدة تسأل أسئلة بالجمال دي قالوا له احنا أصلا يا رسول دا الصحابيات والصحابة قالوا احنا أصلا ما خطرش ببنني في وحدة تسأل السؤال دا أصلا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قم مكلم ستين أسماء اللي سألت وقال لها يا أسماء افهمي عني يا أسماء افهمي عني يا أسماء أخبري الدكتور الهلالي يا أسماء أخبري أستاذ جامعة الأظهر بهذا الحديث علشان ما يفسدش البيوت ويخرب البيوت وحسبونا الله ونعم الوكيل يا أسماء افهمي عني أخبري من ورائك من النساء قولي للي بعثينك عشان يسألوا السؤال دا أن حسن تبع للمرأة لزوجها أن حسن تبع للمرأة لزوجها وطلبها لمرضاتي وابتغائها لرغباتي أو واتباعها لرغباتي واتباعها لرغباتي يعدل ذلك كلها يا الله اسمع النبي تاني حسن تبع للمرأة لزوجها وطلبها لمرضاتي واتباعها لرغباتي طبع رغباته المشروعة الرغبات اللي هي في حدود التكلفة وفي حدود الطاقة كل دا يعدل الجمع والجماعات والجهاد والحج والعمر وكل دا يعني بعبرة بسيطة لما تأكل عيالك وتلبس عيالك وتنظف جوزك وتنظف بيتك وتتقل الله في بيتك احسن عند ربنا من الجمع والجماعات ومن الجهاد في سبيل الله ومن الحج ومن العمر ومن جاء ومن عيادة المريض ومن شهود الجنائس تخيلوا النبي بيقول لي الأسماء كده ستين أسماء من الفرحة ما سدقتش فأقبلت وهي تهلل وتكبر وتقول يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله رأيك يا دكتور اشرح للحديث فعشان كده بقول لي كل امرأة بص علي دلوقتي حاضر كل امرأة بص علي دلوقتي تخيلي اللقمة اللي حضرت حضرتك بتحطهنه صدقة والله الهدمة اللي حضرتك بتغسلهنه صدقة والله أنا دلوقتي وانا طالع أظهر قدام الناس بهذا المظهر شوفوا بقى كل حد اشترك في هذا المنظر لأجر عند ربنا والله تخيلي بقى حضرتك أوامانك من النوم بدري علشان جوزك ينزل يروح شغله في معاده لك أجر عظيم والله أحسن من الحج بتاعه والعمر بتاعه بكلام مين؟ بكلام سيدنا الحبيب مش بكلام سعد الدين الهلالي صدق الله وكذب الهلالي ترجمة نانسي قنقر لا تصحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتي كتن